مرحبا بكم في فيديو جديد هل شعرت يوما أن تصرفات شريكتك غير منطقية أو مبالغ فيها؟ في هذا الفيديو سوف نستكشف سويا سيكولوجية المرأة في الحب سوف نتعرف على بعض التصرفات التي إذا تكررت فهي تشير إلى أنها تحبك إلى حد الجنون تابعونا لنكتشف معا المعاني الكامنة وراء هذه التصرفات وكيف يمكنك فهمها بشكل أفضل كذلك لا تنسى دعمنا باشتراك وتفعيل جرس تنبيهات حتى يصلك كل جديد والآن دعونا نبدأ في عالم العلاقات العاطفية تعتبر تصرفات المرأة أحيانا غامضة أو غير منطقية لكن عندما تكرر المرأة بعض التصرفات تجاهك فلا تتعجب فقد تعني هذه التصرفات أنها تحبك بعمق فمن بين أهم التصرفات التي قد تشير إلى أن هذه المرأة تحبك بجنون هي الإلحاح في التواصل الإلحاح في التواصل هو سلوك يعكس رغبة المرأة في البقاء على اتصال دائم من بك حيث تتصل بك أو ترسل لك رسائل بشكل متكرر وهذا التصرف يعبر كذلك عن اهتمامها العميق بك ورغبتها في الشعور بالقرب منك في الكثير من الأحيان يكون هذا الإلحاح ناتج عن القلق أو الخوف من فقدانك مما يدفعها إلى السعي للإطمئنان على مشاعرك بشكل مستمر كذلك إذا كانت المرأة تشعر بالوحدة أو بالفراغ فقد تلجأ إلى التواصل المستمر معك كوسيلة لملأ هذا الفراغ والشعور بالارضباط لذلك إذا وجهت هذه التصرفات فقد تكون فرصة لفهم احتياجاتها وبناء علاقة أكثر عمقا وتواصل مع هذه المرأة كذلك من بين التصرفات المجنونة التي تفعلها المرأة بشكل مستمر والتي تدل على أنها تحبك ومهوسة بك هي المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي تعكس اهتمام المرأة العميق بك ورغبتها في معرفة كل تفاصيل حياتك فقد تلاحظ أنها تتابع كل ما تنشره وتقوم بتحليل نشاطاتك مما يذل على شغفها بالاطلاع على اهتماماتك والتعرف على أصدقائك هذا السلوك يشير إلى رغبتها في التفاعل معك وفهم حياتك بشكل أفضل وقد يكون أيضا تعبيرا عن القلق أو عدم الأمان في العلاقة كذلك من خلال مراقبتها لك فهي تحاول بناء شعور الارتباط والتقارب مما يجعلها تشعر بأنها قريبة منك حتى في الأوقات التي لا تتحدثان فيها الغيرة المفرطة تشير إلى مشاعر عدم الأمان التي قد تشعر بها المرأة عندما تراك تتفاعل مع أصدقائك أو أي شخص آخر فإذا لاحظت أنها تظهر علامات الغيرة أو تسأل عن علاقاتك مع الآخرين فهذا يعكس عمق مشاعرها تجاهك ورغبتها في الحفاظ على علاقتها بك قد تكون هذه الغيرة أيضا ناتج عن مخاوفها من فقدانك أو الشعور بأن إمرأة أخرى تنافسها في اهتمامك على الرغم من أن الغيرة قد تبدو سلبية في بعض الأحيان إلى أنها أيضا تعبر عن مدى التعلق والحب الذي تكنه لك المرأة حيث تسعى للتأكد من أنك مهتم بها التصرف الرابع الذي تفعله المرأة والذي يؤكد على أنها تحبك بجنون هو التخطيط للمستقبل بسرعة التخطيط للمستقبل بسرعة مثل الحديث عن الزواج أو الأطفال في وقت مبكر جدا من العلاقة يعكس شغف المرأة واعتقادها القوي بأنكما مقدران لبعضكما فعندما تتطرق المرأة إلى هذه المواضيع فإنها تعبر عن رغبتها في بناء علاقة طويلة الأمد مما يدل على مشاعرها العميقة تجاهك رغم أن هذا السلوك قد يبدو مفرطا أو متسرعا للبعض إلى أنه يعكس تقتها في العلاقة وإيمانها بإمكانية مستقبل مشترك بحيث تعكس هذه التصرفات تطلعاتها ورغبتها في الاستقرار معك مما يجعلها تبحث عن التأكيد على أنكما تسيران في نفس الاتجاه التصرف الخامس هو الاهتمام بتفاصيلك الصغيرة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي تخص حياتك يعني أن المرأة تلاحظ كل ما تحبه وما تكرهه هذا أيضا يعكس عمق مشاعرها تجاهك ورغبتها في إسعادك فعندما تتذكر مثلا المرأة تفاصيل بسيطة مثل طعامك المفضل أو الأشياء التي تتير اهتماماتك أو هواياتك فهي بذلك تبني علاقة قائمة على الارتباط العاطفي وعلى الرغم من أن هذا الاهتمام قد يتحول أحيانا إلى تصرفات مفرطة كمحاولة معرفة كل شيء عنك والتدقيق في تفاصيل حياتك إلى أنه يعكس التزامها ورغبتها القوية في تقديم الدعم والرعاية وبالتالي يمكن اعتبار هذا السلوك أو هذا التصرف علامة على الحب العميق والرغبة في خلق تجربة إيجابية معك وفي الختام تصرفات المرأة في الحب قد تفدو مجنونة أو مفرطة لكنها تعكس عمق مشاعرها لذلك من المهم أن تتفهم هذه التصرفات وتحاول التواصل معها بشكل مفتوح للتأكد من أن كلاكما يشعران بالأمان والراحة في هذه العلاقة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى دعمكم لنا باشتراك وتفعيل جرس تنبيهات حتى يصلكم كل جديد كذلك لا تنسوا مشاركة المقطع مع أصدقائكم وأنا ألقاكم بفيديو قادم